كيف تعرف الإنشاد في ثلاث كلمات؟ كل واحد منكم رح يعطيني هذا الجواب نبدأ بأسامة ثلاث كلمات الإنشاد إرشاد الإنشاد رسالة هو الإنشاد تغيير من الكلمة المشملاحة إلى كامل هادفة جميل جدا هو أسلا السؤال لا تقدرش تحصر الإنشاد ولا الفن في ثلاث كلمات هذا شيء ضربا مستحيل مجرد أن يكون الإنشاد منشد ولا فنان فهو يحمل رسالة فهو يحمل هدف معين فهو بالدرجة أولى يحمل إحساس ويحمل روح بالدرجة أولى وأنه يوصل هكي الإحساس ويوصل هكي الفن للمتلقي نعم جميل جدا والله تعريفي للإنشاد حصرته في ثلاث كلمات واللي هو الفن الهادف والملتزم جميل طبعا هو الفن يعني أحد الفنون الرائعة والرقية والراقية والجميلة الهادف يعني الإنشاد في كل كلماته يهدف إلى شيء أكيد والملتزم ملتزم بمبادئنا الدينية والاجتماعية الدينية والاجتماعية ممكن نحصرها في الدينية والاجتماعية نعم جميل جدا عجبني يعني يعني كشغل تعمقت وشرحت لنا يعني بطريقة فطبعا الأكيد هو الإنشاد هو أنك توصل لرسالة هادفة أيضا ما ننسوش أنه تحمل القيم الدينية أنه أكيد الإنسان أي واحد من خلال تلك الأنشودة يوصل لرسالة معينة رسالة للسلام رسالة للأمن رسالة الطمأنينة رسالة التعاون التآذر المحبة الأخوة وإلى غير ذلك هذه نقطة مهمة لكل حال يعني معظم الناس اللي يقول لك إنشاد شغل ستيل جديم طلع بدره علينا تعبكري لكن إنشاد تطور ياسر ياسع تقريبا نقول ألحانة مشابهة للغناء اللي رأه أطيري كما يقولوا وأكبر ذليل على أنه تدخل مثلا كما يقولوا مثلا ستوريات مثلا تسمع أنشودة مشغلناية لكن كلمات كلمات هادفة جميلة بلاحنه ستيل جديد وهذا المبتغى مننا وهذا المطلوب مننا طبعا أكيد حتى نشوفوا حتى في قعداتنا يعني الأسرية هذه تطلع البدر ترجمة نانسي قنقر